يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقضوه منه ضعف الطالب والمطلوب هذا مثل ربنا عز وجل يضربه بيخاطب هنا المشركين يا أيها الناس المقصود منهم المشركين لأن بقارنة إن الذين تدعون إن الذين تدعون من دون الناس اللي بتشرك مع الله سبحانه وتعالى وتعبد الأصنام والأوثان فربنا سبحانه وتعالى بيخبرهم أنهم لا يستحقوا العبادة الذي يستحق العبادة هو الذي خلق ودبر طب الأصنام والأوثان لا تخلق ولا تدبر فهو هذه الأصنام لن تستطيع أن تخلق إيه؟ ذباب ما لهمش لن يخلقوا مجرات تحداهم بإيه؟ بأمور يعني بسيطة جدا للذباب ولو اجتمعوا له لو كل الأصنام والأوثان اجتمعت اللي هي طبعا بالنسبة للمشركين نماذج لرجال صالحين لن يستطيعوا أن يخلقوا هذا الذباب ولو اجتمعوا له التانية بقى وإيه أسلوبهم والذباب شيئا يعني أفترض كده التمثال ده أو الوثن ده مطلي كده بالطلاق حديث فجيه ذباب وخد شوية من الطلاق لما حط عليه خد شوية من الطلاق وطار وأي أسلوبهم والذباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني ما عرفش الصلاة منه رجع لي شوية الحبيبات اللي انت خدتاها مني دي ضعف الطالب والمطلوب مين يقول لي هنا مين الطالب ومين المطلوب وإيه ضعف الطالب إيه فين الطالب وفين المطلوب الطالب هو الصنم الطالب هو الصنم أحسن ضعف الطالب يعني الصنم اللي حيقول له يا زباب تعال خد هات اللي انت خدته ما يعرفش ضعيف والمطلوب الزباب لأنه هو ده اللي احنا عايزين نطلب منه أن يرد ما أخر والأيدي بحب أقولها دايما أو كثيرا في موضوع الأولياء والأضرحة يعني بنقول يا أخوانا الناس اللي بتروح الأضرحة والمقابر وبتعبود الأولياء يقول لك أنا ما عبودهاش بتقولش بعبودها أيوة مش بتقوله مش بتقوله مدد يا حسين مش بتقوله مدد يا هذا دعاء والدعاء عبادة قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة فبالتالي لما انت قلت له مدد أو أنا جاي لك من بعيد أو شفي لبني يا سيدي البلد والحاجات دي انت كده عبدته فنقول لهم بقى انتوا كده هؤلاء الأولياء صالحين أو غير صالحين في منهم أصلا يعني مشهور عنهم عدم الصلاح بس نفترض كلهم صالحين هؤلاء لو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا يعني ما عندهمش قدرة على الخلق ربنا سبحانه هو الذي يخلق ان الذين تدعون من دون الله من أولياء صالحين وقبور وأضرحة لن يخلقوا ذبابا بل ان الذباب لو واقع على قبورهم لا يستطيعون أن يعني يأخذوا ما أخذه الذباب من هذه البرتيكلز أو اللي هي الحبيبات الصغيرة اللي بيأخذوها من المقابر هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فإزاي هذا الانبهار وهذه يعني الاعتقادات الخطيرة في هؤلاء الذين قد ماتوا انت أصلا تنفعهم انت تروح تدعيلهم تدعيلهم لأن الميت ينتفع بدعاء الحي إنما الحي يسأل الميت هذا من الشرك واللي ندد به القرآن في كثير من الآيات مثل هذه الآية المهم ضعف الطالب والمطلوب الطالب الصنب والمطلوب أو الذباب ما قدروا الله حق قدري يعني ما قدروا الله حق قدري يعني ما عظموا الله حق تعظيم اللي هو يتركوا ربنا ويروحوا للأصنام والأوثان أو الأولياء أو الخلق اللي هو يخلق ولا يخلق أفهم يخلق يكمل لا يخلق يبقى ما قدروا الله حق قدري إن الله لقوي عزيز ربنا سبحانه وتعالى هو القوي وهو العزيز يعني العزيز العزيز يعني الغالب هو الذي يغلب حتى في القرآن وعزاني في الخطاب يعني وغلباني في الخطاب غلبني بالكلام فالعزيز هو الغالب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه